كارثة جريدة تهدد قطاع غزة مع ظهور فيروس شلل الأطفال في عينات لمياه الصرف الصحية وزارة الصحة في القطاع أعلنت أن نتائج الفحوص التي أجريت على تلك العينات بالتنصيق مع منظمة اليونسيف أظهرت وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال في مياه الصرف التي تجري بين خيام النازحين ما ينظر بكارثة صحية ويعرض آلاف سكان لخطر الإصابة بهذا المرض فبعد تسعة أشهر من الحرب على غزة دمرت إسرائيل فيها 70% من البنية التحتية للقطاع وتسببت في توقف مضخات مياه الصرف الصحية في دير البلح عن العمل بسبب نقص الوقود هناك فيروس مسبب لشلل الأطفال وهذا يعني فيروس خطير جدا قد يعني يؤدي كثير أو آلاف من المواطنين إذا ما تم التدخل والحد من انتشار هذا المرض موت بطيء يعيشه الغزيون أشارت إليه وزارة الصحة في القطاع فمع شحي المياه وتلوثها بمياه الصرف الصحي وتراكم أطنان القمامة ومنع الاحتلال إدخال مواد النظافة تشكلت بيئة مناسبة لانتشار الأوبئة المختلفة وانتشرت المياه الصرف الصحي بين السكان واخترضت أيضا المياه الشرب مع المياه الصرف الصحي ولذلك يجب يعني إرسال الوقود إلى جميع بلديات قطاع غزة لتشغيل محطات الصرف الصحي وتجن الأمم المتحدة حملات منذ أربعة عقود للقضاء على فيروس شلل الأطفال الذي ينتشر في أغلب الأحيان من خلال مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة ولكنه شهد انتعاشا في السنوات الأخيرة في أفغانستان وباكستان وبعض المناطق في نيجيريا من جهتها قالت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه تم اكتشاف وجود فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني في عينات مياه الصرف الصحي في منطقة غزة ووفقا لموقع منظمة الصحة العالمية تم القضاء على هذه السلالة عام 1999 يأتي هذا وسط تكرار التحذيرات الأممية والدولية من أن تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في القطاع وإجبار السكان على النزوح والاقتضاد في مناطق ضيقة مع حجب إمدادات الغذاء والمياه أدى إلى تصاعد خطر الأمراض والأوبئة القاتلة